يمكن وإحنا بنتكلم دايما فبنشوف أنه بالتأكيد أنه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو صاحب القرار الأقوى أو الأعمق تأثيرا هذا لا يعني أنه الرئيس أو رئيس الدولة لا يمتلك قرارات أيضا فاعلة لكن المرشد الأعلى هو صاحب المنصب الأقوى مظبوط؟ نعم ده مظبوط جدا وبيعتمد المرشد الأعلى وبيستند إلى قوته ومكانته من الدستور الدستور بيحدد هذه المعام بشكل قاطع وده بيحلنا إلى مسألة الدولة الإيرانية هي دولة ذات طبيعة سياسية دينية هناك قدسية دينية مفروضة على مكانة شخص المرشد الأعلى باعتباره هو له سلطة دينية قبل أن تكون سياسية وبالتالي ده بيفسر لنا مسألة الحوزات الدينية الموجودة ومنتشرة في الداخل الإيراني واللي بيمكن موجودة ومتمركزة في بعض المدن اللي لها قيمة دينية مثل مشهد وقوم وغيرها من المدن وبالتالي ده بيكون له أهمية كبيرة جدا فيما يتعلق باتخاذ القرار السياسي بحاولة مسألة طاعة ولي الأمر وطاعة المرشد الأعلى وبالتالي هنا بيختلط المكون السياسي مع الديني بشكل كبير وهناك ربما في السابق خاصة يعني في السنوات السابقة كان هناك ربما تسليم بأوامر وتعليمات المرشد الأعلى التي لا يمكن الخروج عليها بأي حال من الأحوال لكن هذا الأمر ربما تغير نوعا ما في خلال سنوات الاحتجاجات السابقة اللي كان فيها بعض ربما الصدام السياسي في الداخل سواء ما بين الطيار الأصولي من المتشددين أو الطيار الأصلاحي أو في ظل حتى جموع الشعب الإيراني اللي ربما كان لها مطالب اجتماعية واقتصادية معينة في السنوات الأخيرة صحيح طبعا